هذا الأسبوع هائل للكريبتو والبيتكوين اليوم مجمع راح نتكلم عن إيش الأشياء اللي لازم نتبه عليها آي الآن لأنه في عندنا بعض الحيطان الكبيرة حاليا يبيعوا البيتكوين ليش هذا الشيء؟ اليوم مجمع راح نتكلم عن كل هذا وراح نتكلم عن كل شيء لازم تعرفه علشان تدخل أرباح من هذا السوق مرحبا بكم مرة أخرى اسمي مننصور وقدم لكم فيديوهات عن الوناتر رقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط نزل الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب في البيتكوين هنا على الفريم اليومي تقدروا تشوفوا بأنه إحنا لسه قاعدين نحصل على دعم من عند حافة الخط البني في الأسفل حصلنا الآن على دعم من عند هذا الخط على الفريم اليومي مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة شماعات متتالية أجماعة البولز أو المشتريين حاولوا هنا بأنهم يخلونا فوق هذا الخط في الوقت اللي قاعدين نحصل فيه على الضغط بيع قادم هنا إلى البيتكوين في هذه الفترة طيب بالتبعيد الآن يجمع ايش نقدر نشوفه أول شيء نقدر نشوفه هنا بأنه أول مرة لما هبطنا أسفل هذا الخط البني أغلقنا هنا أسفل هذا الخط البني شمعة يومية كاملة عند هذا المستوى عند 61 ألف دولار يعني أقل شيء أنه حصلنا هنا على دعم عند الخط البرتقالي اللي تحته ولكن بعدها حصلنا على ارتداد قوي من هذه النقطة للأعلى فالبولز قدروا بأنهما وهذا بصراحة كان شيء مهم قدروا أنهما يرفعون فوق هذا الخط البني مرة أخرى لأنه إذا تماسكنا أسفل هذا الخط البني فهذه في الواقع إشارة بيرش جدا فإنه إحنا أقل شيء نهبط ولكن بعدها نحصل على ارتداد سريع وبشكل سريع نطلع فوق هذا الخط هذه هنا إشارة قوة طيب الآن اللي تقدروا تشوفوه هو أنه هذا الارتداد الآن أو الارتفاع هذا استرخى هنا شوية وحصلنا هنا على انخفاض ولكن في هذا الانخفاض في الواقع نحن الآن قاعدين نحصل على إقاع أعلى من القاع السابق فهذا هنا شيء جيد وهذه هنا إشارة بوليش كمان فإذا قدرنا بأنه إحنا نحافظ على هذه الانخفاض أو قدرنا أنه نحصل على ارتفاع من عند هذه النقطة للأعلى وبعدها ممكن يعني أنه نحصل على انخفاض ولكن أعلى من الانخفاض السابق فهذا ممكن أنه ينشئ ترند ساعد هنا على الفريم اليومي اللي لسه كمان راح يعتبر بأنه يستعتبر ماشين بشكل جانبي منذ أن وصلنا هنا إلى القمة عند 73 ألف دولار قاعدا هنا نتماسك في هذا النطاق فهذا هنا شيء مهم جدا طيب بنظر جماعة هنا على الأسواق التقليدية فتقدروا تشوفوا بأنه الأسواق التقليدية إذا طولنا أو مددنا هذا الخط خط الترند الخط الأحمر هذا هنا في الأعلى نقدر نشوف يا جماعة بأنه في الواقع هنا ارتفعنا فوق هذا الترند لين للأعلى ولكن نوعا ما قاعدين هنا نمشي بشكل جانبي منذ كم يوم فيعني ما في شيء مهم جدا هنا ممكن نحطه في عن الاعتبار من الأسواق التقليدية طيب ولكن يعني قاعدين هنا نمشي فقط بشكل جانبي منتظرين للحركة الكبيرة القادمة واللي أعتقد بصراحة أعتقد في هذا الأسبوع هذا الأسبوع راح يكون متقلب جدا للبيتكوين وبالذات يوم الأربعة أعتقد بأنه راح يكون في عدلة تقلبات محترمة طيب لنجمعها خلونا نتكلم مع عن بعض ديانات الـ On Chain بالنسبة للبيتكوين طيب تماما أسفل 60 ألف دولار في عندنا جماعة دعم من الـ On Chain للبيتكوين طيب إيش دعم الـ On Chain هذا هنا؟ طيب ببساطة الخط الأحمر وهو سعر البيتكوين اللي يشتروا عنده المتمسكين على المدى القصير يعني ببساطة هذا هنا نوضح المتمسكين على المدى القصير أو تقريبا خلونا نقول المحافظ اللي متمسكها بالبيتكوين لأقل من 6 أشهر ويحسب المستوى اللي تم تجميع البيتكوين هذا عنده وهذا السعر حاليا عند 59 827 دولار فاللي ميل بأنه يحصل هنا هذه البيانات بيانات الـ On Chain توضح لنا المستوى اللي جمعوا فيه المتمسكين على المدى القصير البيتكوين وإذا هبط السعر أسفل هذه النقطة فهذا في العادة يميل بأنه يكون معناته أنه راح نشوف هبوط وضغط بيع كبير متسارع ولكن إذا قدر هذا المستوى بأنه يمسك سعر البيتكوين فهذا معناته بأنه ممكن يكون عندنا ارتفاعات كبيرة للأعلى هذا هنا ممكن يمثل مستوى دعم قوي إذا هذا المستوى مسك السعر والمنطق خلف هذا الشيء وهو أنه إذا انت جمعت البيتكوين عند سعر معين فاحتمال كبير بأن الناس راح يحاولوا بأنهما يتمسكوا في البيتكوين تبعهم إلى أن يدخلوا في خسارة وبعدها لما يدخلوا في خسارة ربما بأنهما راح يحاولوا يطلعوا من هذه الصفقات علشان ما يتزايد كمية الخسارة اللي راح يحصلوا عليها في حال هبط البيتكوين أكثر فهذا هو المنطق خلف بيانات الأونتشين هذه هنا ولكن بالنسبة لي بكل وضوح أكيد أنتم عارفين وضعي أنا أكيد ما راح أبيع البيتكوين ومتوسط الدخول تبعي أكيد في مستويات أقل من هذه بكثير لأنه أكيد نحن على هذه القناة قاعدين نجمع البيتكوين منذ أن كان عند 16 ألف دولار لما حصلنا على كثير من الأنماط ونماذج التقنية اللي كانت وضحنا واتقولنا بأنه إحنا داخلين في بول معركة جديد فتقريبا كمان أنت كمان متوسط الدخول تبعك أقل من هذه المستويات إذا أنت جمعت منذ فترة طويلة وكمان وليوو هنا يقول شيء مشابه يقول بأنه 59 ألف و 600 دولار هي نقطة دعم كبيرة فخليكم منتبهين على هذا الشيء طيب شيء آخر جماعة في عندنا الهونج كونج إيتي إفس للإيثريوم مثل البيتكوين تم إطلاقها أمس أو اليوم فهذا في الواقع شيء مثير جدا للإهتمام كمية الأموال اللي تدفقت إلى هذه الإيتي إفس هذه إلى الآن ما يقارب 142 مليون دولار للبيتكوين إيتي إف وتقريبا 20 مليون دولار للإيثريوم إيتي إف فهذا هنا شيء مثير جدا للإهتمام وطبعا آسيا في عندهم كمية كبيرة من مستخدمي الكريبتو فهذا الشيء رائع جدا لأنه نشوف هذول المستخدمين يشاركوه في بورصة أسهم هونج كونج لأنه هذه الإيتي إفس أكيد راح تدخل أموال هائلة جدا إلى البيتكوين والكريبتو بشكل عام فخلينا جماعا نحطينا على هذا الشيء ولكن فيه كمان أخبار بيريش أخرى طالع من الماينرز المعدنين لأنه المعدنين قاعدين يرسلوا كميات كبيرة من البيتكوين إلى منصات السبوت ليش؟ لأنه المعدنين حاليا عائداتهم منخفضة بشكل كبير جدا حيث أن العائدات اليومية انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ نوفمبر 2022 ليش هذا الشيء حصل؟ أكيد هذا بكل وضوح هذا بسبب التنصيف والتنصيف كان معناته بأنهم راح يحصلوا على نصف كمية البيتكوين اللي في العادة يحصلوا عليها فالمعدنين حاليا يعانوا شوية وأكيد هذا معناته بأنهم يرسلوا البيتكوين إلى المنصات علشان يحصلوا على سيولة لدفع تكاليف واستمرار التعدين فهذه هنا بعض الأخبار البيتكوين على المدى القصير فخلينا جماعة نحوط علينا على هذا الشيء طيب ولكن جماعة زي ما قلت هذا الأسبوع عنيف جدا للبيتكوين سيكون هناك ردة فاعل لأول مرة من الفيدرالي لرفع البي سي آي والبي بي آي وبيانات السي بي آي وهذا يتضمن طرح الأسئلة ومقابلة رئيس الفيدرالي اللي هو باول بعد أن كان هناك ارتفاع متتالي لمدة شهرين في التضخم منذ سبتمبر 2023 فرح نشوف إيش اللي راح يقوله بخصوص هذا الشيء أو تقريبا راح يكون نفس الأشياء العادية ولكن جماعة بكل تأكيد السوق راح يكون يحاول أنه يكون له ردة فاعل بخصوص هذا الشيء ولكن جماعة يكون مجهزين لتقلبات كبيرة وبالذات يوم الأربعاء وكمان طول هذا الأسبوع وكمان راح يكون في عندنا عشرين بالمئة من شركات الاس انبي فايف هندرد راح تطلع تقارير الأرباح تبعهم وهذه كمان تتضمن شركة أبل فبالتالي هذا أكيد راح يكون له تأثير كبير على الأسواق التقليدية هنا فاقلونا نشوف يا جماعة بخصوص هذا الشيء هو كمان في عندنا التوترات من اللي تحصل في الشرق الأوسط وكمان يعني حول العالم بكل صراحة مش فقط في الشرق الأوسط فاقلونا يا جماعة نراقب هذه الأشياء حط عينكم على كل هذه الأشياء أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم